دلوقتي حنعمق بعد كويكس بالعسل والجنزبيل كبايتين من الحلسDetz نص كوباية من السكر نص كوباية من الثامنة بيدا وفانيليا نص والربع العسل ما تطيروش قوي معلقة كبيرة جنزبيل سكر للوش ومعلقة صغيرة بيكنج باودر معلقة صغيرة بيكنج باودر معانا هنا نص كوباية السامنة معانا كريم أهلا وسهلا أيها سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا نوجة زيك عملا إيه الحمد لله ربنا يخليك إزيك أنت يا أخبارك بسم الله ما شاء الله عليك بجد والله العظيم أنا قلت بعد أن مطبع عليك بقليه إيما ما عارفت مش عارف أكلمك يا صباح الفل عليك إزيك أخبارك إيه الحمد لله خزيزي قلبي عايز أقولك بجد عندي بقى مفاجأة جميلة هنا في سكندرية إيه خير والله قابلتيها وأنا قامت أنا عندها كمان والله بجد ضيفوني من يوم الخميس أحسن زيافة وكرم أخلاق بجد ما شاء الله رح تقليكي بقى تعليمي طبع على نوجة وإيه حد ذلك كمان تسلم عليه بسوا بقى أنا كده عملت إيه أنا كده حطيت نصف كباية السكر نصف كباية السمنة ضربتهم مع بعض شوية نزلت عليهم البدو والفانيليا معلاءة كبيرة من الجنزبير البودر معلاءة كبيرة من الجنزبير البودر كلها كده ربع كباية عسل أوزيت شوية يعني خليت كلمة شوية في ربع كباية عسل سود عندي هنا بقى كبايتين الدقيق وعليهم معلاءة صغيرة بيكن نجيب عوضف رجيب رشت الملح نجي بقى هنا هننزل بسم الله ما رحيت معنا هاجر أهلا وسهلا يا هاجر هاجر ازيك ازيك يا هاجر ألو ألو معاك ازيك ازيك الحمد لله أيوة معاك ازيك يا هاجر عملة ايه ريز الحمد لله انت عملة ايه الحمد لله ايه اخبارك ويدي اخبار الاكل معاك عملة ايه هاجر الحمد لله شكلك كبيرة شوية تعندي كم سنة يا هاجر اه همدي ثلاثة وثلاثة وثلاثة اه ايه اخبار الاكل معاك بقى جربتي ولا لسه بصوا كده بصوا العجينة بقى بتعليت الكوكيزة هاي طريقة كده ونروح ايه مبطط انها كنكور ومبطط كده بقى كبيرة شوية كده هي بقى بتبدأ تبرش شوية هاي كده ماشي تمام ونروشها بقى سكر سكر الخشن العادي بتعمل طبعا كل الكمية واضغطي بيديك كده شوية على السكر بس وندخلها تستوي خلاص يعني الاف صانية وندخلها تستوي في الفرن بس كده هتطلعيها بتقعد في الفرن على دوعا درجة حرار 180 درجة على الرف الوسطاني ما بتخدش عشر اتناشر دقيقة بالزبط عشر اتناشر دقيقة يعني بتكملش الربع ساعة وتقى بالشكل ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر